السلام عليكم و مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير و على خير و ساحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف نقطعها عليكم اوكلة نباتية بطريقة سهلة و بسيطة ولكن الناس ستجي اكثر من رائعة نتمنى تجربوها بطريقتي و نتمنى تجربوها بطريقتي و اتنال اعجاب لكم هذه الوصفة سوف نصوبها بغي الخضر لكي تكون على النفط اللاجة انا عندي البطاطة الجازر القرعة الخضراء و عندي شيفلور و الفلفلة فكننا اخذ الخضر كامل ننقيها و ننغسلها و نقطعها بالنسبة للجازر نقطع لها الطريقة للقرعة قطعتها الى قطعة صغيرة كذلك نأخذ البطاطة نقطعها الى مربعات تكون متوسطة الحجم لا تكون صغيرة و لا تكون كبيرة و في الاخير البنات نقطع الشيفلور و عرشتها كصغيرين نأخذ واحد اللاطة التي نضع فيها ورق طهي و نضع فيها الخضر بعد قطعتها و نضع في الخضر الأخرى و نضع فيها و نضف أي قطعة و نضيع فيها سعود ملاحة و نضع فيها فلفل السود و نضحت فيها و نضيفا و نضيف من النوع و نضيف المكونات و ننشيح و بالنسبة للفرن أن نضيفه على تقريبات حرارة نضيف حراء ملحة نضيف حراء ملحة نضيف ملحة في الخضر نضيف رشيشة الفلفل الأسود نضيف ملحة نضيف حلط الطعام نضيف الملحة نضيف ملحة نضيف حراء ملحة نضيف ملحة ربما يجب أن يكون هذا المعام أجل ثانية اشترك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة